ورحبكم من جديد أنا حمزة الحمزاوي الاستشاري والخبير في علم التفوق والتطوير الذاتي مع حلقة جديدة من نقطة انطلاق باختصار شديد أنهينا عشر الأول والحمد لله والآن مع انطلاقة جديدة في عشر ثاني كنا قد أتمينا الحديث عن موضوع الوعي الانفعالي واليوم نتكلم عن الضبط الانفعالي فبكل بساطة نريد أن نفهم تلك النظرية الرائعة جدا نتحدث عن أن أساس هذا الإنسان تفكير وتعبير ثم مشاعر ثم غرائز وعلينا في رمضان أن نضبط تلك الغرائز ونصعد الشعور والإحساس إلى منطقة التفاعل منطقة الانفعال طيب هنا عندنا ثلاثة مشاعر مهمة جدا لابد أن نفهمها ولابد أن نعالجها ولابد أن ننتقل إلى عكس تماما وربما يكون من مرادات رمضان تحديدا وكيف نتعامل مع هذه المشاعر الثلاث ما هي هذه المشاعر هذا الثلاث المدمر ما هو الغضب الحزن الخوف الله أكبر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف من مقتضايات رمضان السكن والسكينة والهدوء والراحة والأمان وتتنزل الملائكة والروح بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر إذن أولا بنت أنظر بشهر رمضان تحديدا ما هي المشاعر التي تنتابني بشكل دائم حزن أم غضب أم خوف راقب نفسك طبعا كل شخص سبحان الله بد ينتابه واحدة من هذه الثلاث والدمار أن ينتابك الثلاث مع بعضها لكنك الآن في رمضان شهر الرحمة شهر المغفرة شهر السكن شهر الأمان شهر السلام شهر الابتهال والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى يا رب يا قوي أمني يا رحيم يا عظيم يا الله سكنني فإنت الآن هذه فرصتك هذه فرصتك أولا أن تعي هذه الذات وأن تعي هذه المخاوف وبتعرف كيف تصيغها وتنقلها إلى الله سبحانه وتعالى حتى يستبدل خوفك أمنا ممكن ولا مش ممكن ممكن جدا هناك خطة نعم وربما هناك دعاء وابتهال وأيضا استشارات تأسأل بها من كان بها خبيرة وتحاول حت خطة رمضانية وتستعين من الصيام على القضاء على هذه المشاعر الثلاث ربما تكفي عندنا 21 يوم داخل رمضان لا تكفي لكن نستمر على هذا المنوال إلى أن نسيطر على هذه المشاعر الثلاث هذه المشاعر الثلاث هي سبب دمار كل شيء لذلك إن شاء الله تكون رمضان فرصة رائعة جدا لنقطة انطلاق نحو الأمن والسلام والسلام